مطولاً انتظرنا في ساحة النجم نتائج جلسة المجلس النيابي التشريعية هنا تحت أشعة الشمس الحارقة صرح النواب ومرحوا متنقلين بين عقارب الساعة وأسئلة عسكريين كلفوا حراسة المجلس في هذا اليوم عن إقرار سلسلة طال انتظارها أخيراً سمع العسكر ما كان ينتظره مبروك السلسلة لكن السؤال الذي يطرحه القسم الأكبر من اللبنانيين هل تدفع السلسلة من جيوب المواطنين؟ لا نحن بالعكس نحن بدنا نقدر نقرها السلسلة ونحمل مالية العامة من خلال إذا فيه من درائب بدأت نحط أولاً بدأت تجدهم من إطار معرفة الموازنة ككل وفعلاً وين رايحين واثنين ما لازم يكون فيه أي درائب تطال المواطن فيه شغلتين لازم نعملون لازم نعصر قد ما فينا النفقات والهدر وكل هالأمور هاي أول شغلة وتاني شي لازم الدرائب تكون عم بتصيب المحلات يلي لازم فيما كانت جلسة المجلس تطبخوا على نار غير هادئة حاول العسكريون المتقاعدون ضبط إقاع مطالبهم برسالة حملوها إلى رئيس المجلس الكل اللي عم نطالب فيه أنه اليوم الأساسات العسكرية والأسلاك الأمنية عم تقدم تضحيات يجب الاعتراف بهذه التضحيات وتثبيت هالحق بالقانون وإخراجه من بزار السلسلة وموضوع الضرائب وتأمين الأموال ما قالنا عليه أن نحن بتأمين الأموال طالما فيه إجماع على إعطاء حق العسكريين بهالمادة 18 فليكن بنص القانون الدفاع الوطني خرج الوفد آملاً تحقيق مطلبه أما المجلس فرأى أنه أخذ بالاعتبار مخاوفهم صار فيه تعديل على المادة بما يراعي حقوق المتقاعدين وبما يسمح أنه ندفعها وفقاً لحالة الكزينة الغاء الشطور ما رأاه النواب إنصافاً رفضه المتقاعدون جملة وتفصيلاً معتبرين أن المادة 18 غير دستورية وأكدوا أنه سيجري الطعن فيها أمام المجلس الدستوري مناشدين رئيس الجمهورية رد هذا القانون تماشياً مع وعده بإنصاف العسكريين وعائلات الشهداء ومصاب الحرب قانون السلسلة أقر أخيراً لكن سبل تمويلها ما زال رهن الساعات القليلة المقبلة علها تحمل جواباً وحين ذاك بدوب التلج ببين المرج جوال الحج موسى قناة الجديد